أهلا وسهلا فيك معنا كمان من داخل الستوديو الله يخليك أنا كتير مبسوطة أن أكون معاك على الهواء وكمان مبسوطة أكون على تلفزيون لفلسطين أهلا وسهلا فيك هيك يعني عجقناك قبل ما ندخل ونرتب الأغراض أو كل شيء تمام مرتاحة طيب ممتاز بداية يمكن نحكي عن تصميم الأزياء وحبي نعرف تجربتك أنت في هذا الموضوع كيف بدأت نرمينا هو أنا حسيت أنه عندي حب لتملك الأنواع الإماشية المختلفة وحتى تكون إنها مميزة مش أي نوع من اللقماش مثلا بلفت نظري بلشت المشروع أو القصة اللي عندي من هاي المجال حتى صرت أنا لدرجة إنه أاخد أشياء من فساطيني لقديمة أحاول ريديزاينت اللي هي قاعدة تصميمها أول وجديد بإضافة لمسات معينة وتتشز زيادة بتطغى على اللبس أو بتخليها تبين بطريقة مختلفة أكيد هيك بلشت الفكرة معاي يا رند وبس نحكي تصميم أزياء يعني نتخيل في مهارة في خيال في رسم في زوء طولة بال في الموضوع أنت وين في أي وحدة يعني أبضعتي في البداية هو بلشت أول شي أنا برسم من زمان وبلشت الرسم معي برسم الوجوه أولا فطورت معاي فكرة رسم الوجوه لابتكار رسمات معينة إنه على اللقماش صرت أمسك كل قلم وأحاول أرسم بطريقة مختلفة مش إشي تصميم أنا شايفته بمحل تاني بحاول كنت أشوف أشياء أنا بطريقتي أرسمها لتكون مختلفة نفس الشي رند أنا حاولت بكتير من الأشياء ممكن هلأ ما معي إشي منهم إنه أنا بكتب شعر فكتابة الشعر كانت عندي بالنسبة إلي إنه أظهرها على الأواعي مثلا في أبيات شعر هاي كانت كتابة أنا فأحرف عربي عمليا يعني في أشياء كمان أحرف عربي فبلشت القصة معاي من هيك طورت لإنه أنا بدي إشي مميز بإسمي بطابعي الخاص يعني إنه ما بدي إنه أمسك مثلا فليبقى وطني حرة أكتبها مثلا على أي ديزاين أنا بلشت عندي إنه أفكار اللي هي نحكي الحب والأمل والأشياء الإيجابية للصبية إنها تلبسها أولا وتاني إشي بإضافة أو تغي لمسات معينة فيها الاسترس أو الدهبي أو الفضي اللي هلا دارج وراح يضل دارج حتى لفترات قدام فعني هيك وكأنه بنفهم إنه فيه أشياء مش تقليدية يعني أنت عمليا بتعملي أشياء خاصة فيك أنت شكل ما بشبهش إشي تاني شفتي أو فكرتي فيه فبتعملي أشكال متداخلة يعني مثلا بشوف إنه فيه هون هذا ملفت للنظر الأشكال مفتخدمتها يعني أنت عمليا بتشتغلي هاي القطع هاي القطع فيه أشياء منها بتيجي من نقماش معين أنا بطفي عليها سترس بحط عليها سترس وحب وشغل وبلاس كمان إنه فيه أشياء خياطة معينة بنحطها بنضيفها لا تبين القطع وكأنها مختلفة عن أي قطع موجودة بالسوق يمكن هاي القطع تكون إنه موجودة بأي محل بس مش ملفتة لأحدا فأنا بحاول إنها تكون مرفتة وتنحط في المكان الصح ووين بالزبط مع طبعا لمسات الزيادة يا مني طيب نرميك تير حلوين هاي الموضوع بتعلق فيك أنت بقطعك الخاصة ولا تورتي المشروع عم تعملي كمان يعني قطع خاصة لأشخاص آخرين هي بلشت إنه أنا يعني أنا في عندي رنديم كان أنا معمر يذكرتها بس أنا عندي فسطان طبع تسميني أنا وأنا يعني لابسته فام لما لابسته بالحفلة إنه بسألوني من وين يعني كيف فكرت بهذا الاشيي يعني أنا يعني بلشت بالقماشة جبت مثلا عين قماش خلطتهم مع بعض وعملت لكم بطريقة كمان قماش ثالث أو رابع يعني بلشت هاي القصة طبعا من هون بلشت تعمل لأشخاص آخرين أكيد يعني صار عندي صاروا ناس يسألوني أو يحكوا لي مثلا برأيك ايش هاي القطع تلبق على هاي القطع ممكن ايش نسوي أنا ريديزاين اعادة تصميم عندي فسطان مثلا قديم شو بقدر أعمال فيه أنا صرت مثلا أخذ اللي هو البلين الأسود مثلا جاكيت أو زين نشوف القطع الحواينة كمان هاي كلها القطع مثلا أنا بضفي عليها بغير الإزرار بغير ممكن القصة نفسها كمان رند حتى مثلا في عندي بانطالون مش معروض هون الجينز مثلا كنا بنقصه بنسوي له سحاب بطراف الإجر من هون هون السحاب نفسه عليه كمان استرس وشغل وخرز طبع لمستوى شخصي انتي بس تلبسي أشياء وانتي تكوني ضفت فيها ما هذا يعني لك؟ وهذا لأن الموضوع كل الستات بتحب تتميز بأشي تلبس وتحب تكون مختلفة يمكن عن الآخرين بصراحة أنا بالنسبة لأنه زي أنه بضفي يعني لون معين خاص فيه وأنا بحب أنه يكون إشي مميز ما يكون إنه مثلا إشي بتارفي رندها لأكتير الصبايا بقلدوا مثلا أشياء شفوها على حدا أو بلبوس نفس الشي سلبياتيز أو يعني بالضبط هلا أنا يعني صدفة هذا الجاكيت تحديدا أنا ما شفته على حدا أنا رحت جبت القطعة أو الجاكات نفسه وهي طبعا هاي القطعة طبعا هاي كل الأبات طبعا انتي بتاخديها لزي ما هي القطعة وطبعا بخيطوها هاي كل واحدة بحبة بحبة مشغولة عشان إنها تكون بهذا الشكل بتفاجأ إنه بريتني سبيرز قبل فترة لابس نفسه فأنا بحكي إنه أنا ما شفت إنه هاي الصورة قبل فهاي كانت أنا طابع أنا جبت لحالي وحطيته وضفت عليه إضافاتي وطلع إش إنه ممكن يكون حدا كتير مميز حابب يلبسه مثلا وحدا مشهور أمن المشاهير اللي بره نرمين بدي يعني أسألك سؤال إنه قديش المجتمع والبيئة اللي حولينا وطبيعة الناس يعني نشوف مثلا حتى بالمحلات وحتى طريقة اللبس كل محل بنروح بيختلف عن المحل التاني فيه طابع مشترك بين الناس كان في عندك كنتي عايشة بفترة في أمريكا وبعدين انتقلتي وعشتي بفلسطين هل هذا كمان أضاف وأعطاكي صبغة مختلفة على كيف بتختاري القطاع على كيف بتضيفي كمان لأنك عمليا شفتي مجتمع آخر وتعرضت حتى لتصاميم مختلفة أكيد هذا كان إشي من الأشياء اللي شجعتني إنه أنا أبلش بهيك فكرة أولا ثانيا إنه صرت أشوف مثلا عندك الهنود عندك الباكستان عندك كل دولة إلها طابعها الخاص أنا ما بحب أخذ من أي حدا نفس الطابع إنما بضيف عليه أشياء زيادة اللي يطلع إشي مميز مثلا كتير أنا إحنا مشهوري مثلا المجتمع العربي مشهور مثلا بالعين جنبك في قطع موجود عليها العين فيا نشوفها كلا هي أنا أخدت طابعها اللي هي العين نفسها اللي هي بالتصميم الأزرق جيبت نفس ألوان العين بالاسترس والحب اللي حواليها انشغل حواليها دائر ما يدور هاي ترينيك سود طبعا بترى في جماعات الصباح يحبوا يكونوا متميزين في الجماعات الصبح لقهوة أولا شي هذا الشغل نرمين أكيد نعكس عليك مستوى شخصي بمعنى إنه يعني أنت بتشتغلي يعني زي ما قلتين لنا قطع يعني حبي حبي عمليين بداخلهم فكمان بده أطولة بالي الموضوع أنت بستمتع فيه ولا أنا بلاقي حالي في هداك العالم إنه مثلا في فترة فراغي ما بحب مثلا نحكي أروح أضيع وقت متلا أكتر وفيسبوك أو مثلا سوشال ميديا أو إشياء زي هيك وقت الخاص هو لأنه بتبع عليه طبع الفن أو الرسم واللي أنا من زمان بمارسه أنا بلاقي حالي إنه مثلا لما بدي أنبسط بقعد بعمل هاي الأشياء رن طيب يعني هذا كمان ممكن فرصة كل ست في البيت تفكر كيف ممكن هي تخلي من قطعها قطع مميزة أنت اليوم بك تحكي لنا كيف ممكن بتساوي عادة بالبين أو كيف بتشتغلي بدك توجينا كيف مرات بتمسك القطعة وتشتغلي فيها تفضلي فعندي مثلا هذا الجينز إنه جينز عادي صح إنه رن هلا أنا لو بدي أحكي أضيف طابع خاص مثلا عليه طبعا أنت بجوز ألا بتنقذ إنه رح تخرب الأطعال أنا رح شفت المقصة يعني قلت إيش بدنا نعمل لا يعني بس بديك تقيمي الـ أوكي هلا هاي أنا بخلي مثلا الخياطة أو خياطتي الخاصة تخيطوا بهذه الطريقة لن فمسك الإطعال اللي هي عندي هاي بتيجي بهذا الشكل هاي بتحطيها بتبلشي على الخط نفس الخط الموجود هون بحطها بهذه الطريقة هيك وبعدين تختاري أنت الشكل السترس الذي بدك يا وحببتي فكل حمليا ممكن حدا يختار اللون بحبه والحزم يعني هاي كانت أول حبة بكمل طبعا بالجينز ممكن إنه أنا مش بس إنه بعتمد على هاي وخلص هيك انتهى الجينز إنه نعمل بهاي الطريقة رند بحاول كمان إنه أضيف لمسات خاصة من نفس السترس أو من نفس الهدا هيك بكمل كلياتها هيك لحد آخر الجيبة من هون بعمل بفكر كل الجيبة وتحط عليها سترس بكل الهدا بزرح هلا بصير المنظر إنه كل هدول الحببع موجودين بهذه الطريقة نفسها موجودين على كل هاي الجيبة هاي انتهت من هون هلا أنا مش بس بمسكها بهذه الطريقة عنا هاي الجيبة نفس الشي ببللت عبيها بعبيها داير ما يدورها نفس الشي بتفنن بالخط اللي هون ممكن أعمل على كل دايرها من نفس هاي بخطوة شوي هاي بالنسبة مثلا لإطاع الجينز كيف أنا بتفنن فيها في عندي أفكار كانت إنه عندي الركبة تنمزع وينحط تحت ها قماشة والقماشة هي اللي يجعلها هيك فبصفي إنه هون نزع طبعنا بمسك المقص هذا إنه عشان أنا هاي ممكن هاي يعني هاي طبعا بدها سكينة إنه أكتر من إنه أو هاي الطريقة لما أنت بتعملي بتراف القماشة بالمقص بالزبط بدي أفرجيك كيف إنه بصير بك إنه معتق أو اللي هو المزع إحنا كلنا الصفوية بنحب نلبسه رند يعني شوفي كيف هاي أشياء عم بتصير هلأ 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 يمكن نرمين أولها خرطتي أواعي كتير أولا بديتي لا بالعكس يعني كانت إنه أولها هيك فإنه طلع عايش بطلع حلو بالآخر وتخيلي إنه كل هدول اللي حب موجودين جواه هاي بالنسبة للشغل البسيط واليدوي ماش الأشياء اللي يبدها خياطة عمليا بتصير هاي القطعة ما فيش أشياء مشابه لإلها ومنروح بحخلي القياطة تعمل درزة مداير ميدورها والدرزة اللي هون صف كامل من الخط هادا الدهن فهذا بالصيف على صندل أو على شي بيخلي الصبية تبين إنها كأنها هي متميزة عن غيرها حتى لو إنه في كتير زي هم شبيهين بالقطع أو مثلا موجودة بالنسبة للرسم نفسه هون عندي هاي اللي بلوزة سادة وانا عندي هذا يعني أنا لو بدي نحكي بدي أطغى عليها طابع خاص فيها اللي يتميز مثلا عن باقي لقماش بمسك القلم هذا هذا خصوصي للقماش ترسمي عليه يعني إنه طبعا إنه لازم أنت كمان تحدد بنوين تبلشي يعني أولاد كيمتاحها أنا أكيد تتاني دونو دونت وري يعني يعني ما بعرف إذا رح تزبط بنفس الطرية اللي أنا بدي إياها بس بالقليلة إنه أنا بكون عارفة إيش الرسمات اللي بدي أرسمها يمكن هلأ أنت كلها مش متاحة مية بالمية بالقعدة بس يعني الطريقة إنه أنا في عندي كان يعني رسمات جاهزة إذا يعني شوفي البنطلون اللي هون هاي اللي تحت هالسترس هاي نفس الطريقة هاي اللي أنا بات فأنتي عمليني رسمتيهم بعدين بتعبي بعبي بسترس وبيحب فوقهم لأنه يعني مثلا أنا مثلا برسم الأشكال المعينة اللي مثلا اللي تطغى مثلا على هذا الحكي طبعا لا مش راضي يشتغل لا معلش بس إحنا فهمنا كمان الطريقة بس يعني بما معناه يعني أنا بحاول أرسمها مثلا بطريقة زخرفة أو بسموه هذا الأربسك هدا هو نفس شغل الأربسك حلو حلو فأنا بمسك الإطعاء بإطعاء وببلش أشتغلها بالزبط زي ما أنا بديها هون هدا مثلا هدا كتير حلو خلينا شوف هاي كمان الفست اه أكيد هدا كمان بنفس الطريقة رسم وتعباي أنا حطيت الرسمة كيف تكون بالزبط هون في إطعاء غريبة إنه مثلا موجودة عندي وحاولت إنه الخياطة أو أنا وياها اللي نبلش بحبة بحبة من الموجودين جوه حلو 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 وطبع حطيت الإطار اللي حواليها ليبين بشكل تاني مختلف عن ما إحنا مثلا متعودين عليه نفس الشي أنا نضفت اللي قدام رند إذا بتلاحظي عليها كمان ممكن شوف اللي قدام آه نفس الاشي تابع لإلو كمان شايفين هذا البلايزر كمان كيف كتير حلوين يعني بتحبي ستايل الكاجول أكتر البلايزرز من الفاساطين ورسم الفاساطين أو بتفكري في المستقبل ممكن يتطور في هذا المجال يعني أنا هو إذا زي ما أنت شايفي كله استرس وحب وشغل وخرز فيه أشياء مثلا زي بشكل يومي زي هاي مثلا البلوزة مثلا تعتبر هاي بشكل يومي إنه ممكن تلبسيها في أي محل بس أنا طابعي بحاول إنه يكون مميز داخل فيه الاسترس والذهب والفضي ممكن يكون لمناسبات أكتر أولا أو إذا انت مثلا لوك لتلفزيون لأشياء مثلا معينة عندك حفلة عندك صهرة بالليل يعني بحس إنه فيه الطابع طبعه وكل آياته داخل فيه الاسترس والحب والفضي ودايما كل حدا بيبحث دايما على التميزه أنا بقدر أجزم إنه انت دايما كمان لابسي هاي الأشياء المميزة نرمي إذا فيه نساء حابين يتواصلوا معك سواء يعرف تفاصيل أكتر أو حتى يشوفوا القطاع هل فيه مكان اللي بتتروجي فيه لكل الأشياء اللي بتشتغلي فيهم؟ هو أنا في عندي شغل مع محل عايشة في رامالله طبعا القطاع اللي هي طابع عليها الغالب اللي هي الكوم طويل والأشياء اللي ما فيها مثلا نوع من اللي نحكي كتير كتير يعني للصبايا الصغار هذا ممكن يكون للصبايا للستات اللي بيحبوا يلبسوا على طنانير إشي محتشم إشي مثلا كوم رسمي ممكن يكونوا عند عايشة هل أنا بفكر إنه في المحلات اللي موجودة برامالله إذا فيه مثلا محل أنا بعتبر إنه طايبو شوية ممكن للصبايا أصغر عم بفكر إنه أحط طبعا بكزا محل الأشياء اللي زي مثلا كيف لترينينج سوت كيف مثلا هذا ممكن مش صب أية صبية تلبسة مش اللي طابعها هذا الطابع السيري نرمين بهذا المجال وين بتشوفي حالك في المستقبل؟ بتحبي إنه يتطور وتكمل في هذا المجال يعني الحلة متاعك حتى لو هيك افترضنا إنه بدنا ننسى شو التفاصيل اللي بتتعيش فيها البلد ويمكن كمان شغلك وين بتشوفي حالك وين بتحلمتك وين بتحلمتك هو أنا بصراحة كتير حابة أوصل مش بس بفلسطين عم بفكر